موسيقى دعوني باسمي وباسمكم نرحب بخبراء التحليل في عالم سباقات الهجن ونبدأ من اليمين مع رامس محمد العامري أبو محمد أمسيك بالخير أمسيك بالخير أبو خليف وعلى أخواني المتواجدين عندنا في الستيديو أمسيك على أخواني مشاهدين خلف الشاشات وإن شاء الله نقدم البرناء الهل التمهيدي واختامي تمهيدي بالصورة الطيبة اللي تليغ بهالدعم الكبير من أصحاب الغد الرشيدة اللي طول عمر مكتم وإخوانه ويرحم الشيخ حمدان براشد اللي راح وفضله ومكرمة كاسي ملاك الحلال وكاسي طعم رياضة الغالية على قلوب معازيبنا وعلى قلوب أهلية الإمارات نعم كذلك الرحب خميس بن عتيج بن كسلة الرميثي مرحبا بك يا ني أبو عمر الله يرحبك على فضله ورحبك ورحب الرابع الجميع وعلى المشاهدين والله يعيننا إن شاء الله على نغل الصورة اللي يحبونها ويهونها إن شاء الله نتمنى ذلك ورحب كذلك محمد بن محمد بن مصلح الأحبابين ولك الناموس يا مرحبابك أقلك خير وعافي الله يرحبك عفض الله ورحبه الرابع الموجودين هنا واللي متابعين من خلف الشاشات وإن شاء الله تكون حلقة مميزة علوم عندك اليوم أظن بنيب علوم أخلا بنيب سهيل الموجود بتيب مره كله الرحب عملاق المحللين سهيل بن بطي بن أغراب بسلطان رحب بقياننا أنا مسي عليك وعلى خلان الحاضرين ومتابعين ومشاهدين وقل مسعد الله مساءك أبو كل خير ونهني حمد بن محمد وغالده على فوز طفي وفوز قعود بعد نعم وهو بهذا بعد نبارك لهم على الفحل الطيب ما شاء الله الله يبارك فيه والشاهي نعم والبوش الطيبات اللي ينتج منه الانتاج الطيب هل الفحل يقولون أنتج ست واربع سبق منه لا هذا هو الانتاج له لا والجيبوش طيبات بعد ما شاء الله والجيبوش طيبات بوش طيبات عند محمد نعم وهذا ولانا سبعة الربع لي فازوا كلهم اللي ناصر بمحمد بن مصلح دعونا مشاهدين الكرام في بداية هذه الحلقة نطرح عليكم سؤال الحلقة من ما هو اسم المطية التي انتزعت الفوز في الشوت الاول الرئيسي لسن اللقاية في ختام تمهيد المرموم عشرين عشرين الهي الشاهنية لهجن العاصفة ام الشاهنية لهجن زعبيل ام الشاهنية لهجن سيح السلم ارجو ارسال اسم او رقم الاجابة الصحيحة على الارقام الواضحة امامكم على الشاشة لتحظون بانتزاع جائزة من الجوائز الخمس وهي عبارة عن مناخ من مؤسسة هجن الضبيل الجائزة الاولى الجائزة الثانية بطاقة مناخ من مركز الامارات الذكي للهجن الجائزة الثالثة جائزة عينية من صيدليات فارس الخليج بقيمة الفين درهم والجائزة الرابع الف درهم نقدا من صيدليات فارس الخليج اما الجائزة الخامسة العشرين بطاقة فحص من مختبر الياسات البيطري اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة المنافسة كانت هنا يوم أمس وكانت محتدمة ما بين جميع الشعارات على منافسات سن الحقائق وكان الأداء مثير للجميع دون استثناء عبر 25 شوط شهدت تألق توقيتات مميزة شهدت كذلك أسماء لمعت دائما في أشواط الرموز وشهدنا كذلك توقيتات وأشواط ولا أرواع سويا نذهب لنتابع أبرز النتائج على منافسات سن الحقائق ومن ثم نبدأ بالتحليل على هذا السن سن المفاجآت بعد استراحة بسيطة لالتقاط الأنفاس عادت الإثارة مرة أخرى لتغلف أجواء ميدان المرموم عندما التقى الملاك والمضامرون في مواجهة جديدة في سن الحقائق ضمن تأهيل المرموم للموسم الحالي خمس وعشرون شوطا أقيمت على مسافة ثلاث كيلومترات وشهدت نتائج مميزة حيث عرفت درب لعبدالله بن مصفر بن محمد الرزق اليامي درب الانتصارات في الشوط الأول للبكار ولم يخفى ملامحه عنها لتبشي عليه وتصل أولا لأربع دقائق وتسعة وثلاثين ثانية وجزء من الثانية سلام سلام ودرب سلام ودرب إلى المملكة إلى العين إلى المملكة إلى العين ولكن سلام يا درب سلام عبدالله بن مصر الرزق اليامي سلام وتحية للأشقاء في المملكة العربية السعودية والله درب البكرة طيبة هذه البكرة عمس في قبل سبوعين في نقران يابع أفضل طيب مشاركات هاليوم الشوط الأول الرئيسي الشوط كبير وبخاصة الشوط الأول دائما يحمل أسهام كبيرة والكل يحاول المشاركة خاصة في أول أشواب والله والحمد لله سلام توافق الحمد لله سلام توافق الحمد لله بكرها يعلم الله أننا نبغي في الشوط الأولي بس عمس يعني وفي حصناها أنا في حصتي عني اللي هي ما بصح فقدناك تعايزنا عنها لكن الحمد لله بحفظ وشقعت شاء الله تشقعنا عليها وركضناها وله هي والله مبتمة من صراحة السلال اللي تنحدر منها؟ أبوها سوداني عندهم وهي الحجوان هاي أكبر بكر اللي هي يعني في الحقائق عيال السنة حقائق يقول بيها هذا وايد من تكي سبقها المشاركات هقابر الممكن المشاركة الأولى لها في دولة الإمارات المشاركة هاي الأقل الأولى في دولة الإمارات لكن المشاركة البكر مشاركة في السعودية يعني كل سبق عند السنة ومسيها يبقى فضلتين فنقناعي مش توسط ثلاثين شوط الحقائق الشوط الثاني للجعدان تمكن حيالتك لحميد بن هادوب العمري من تحقيق الفوز بعد أن قطع المسافة بأربع دقائق وستة وثلاثين ثانية وتسعة أجزاء من الثانية محاولة لكنها ناجحة ناجحة حيالتك حيالتك حيلة حيلة زاد مع الحيلة انتقل إلى المركز الأول سلالة شاهينية حميد بن هادوب العمري سلوم إلى السلطنة سلام على فوزي حيالتك حيالتك مسلالة زمون العاصفة أبو حيالتك واماها بنتم صحة متعب تلالة مثلالة متعب واماها ما تحضل مثل مشاركات تنبقوا في الأيام الماضية والله حيالتك مشترك يوب غضبي يأي ترابع على الرمز على المقسم ومزل وهي اشتراكها الثانية ولا ستسابق في أعمان بعد مشاركات تريوم في الشوط الأول دائما يقول الشوط الأول يحمل التنافس من بداية السلطنة حتى حفظ النهاية كذلك أعداد كبيرة اليوم شارك نعم 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 لهم أعداد كبيرة وهذا فخرنا حانيا أننا نشارك على هذه الترتيج المشاركات مشرفة اليوم قدمها بناء السلطنة خاصة في الأشواط الرئيسية الحمد لله هنا الأربعة ودوره السبق والنعوص يوم الناقي دوره السبق كانت شواهين لعبدالله بن علي بن عبيد الشامسي على موعد مع النصر بعد أداء قوي مكنها من تسجيل زمن وقدره أربعة دقائق وتسعة وثلاثين ثانية وستة أجزاء من الثانية من يقدم شواهين سلام شواهين مع هذا الانطلاق وهذا الاندفاع المتميز فاي شواهين طالع من رقبنا نتاق حبدالله بن علي الشامسي وبهوة الطياري والدمح البصر والله هي عدة سبقات سابقية في السويحان وسابقية في الهباب ثلاثة استراقات واليوم سابقية في المرموم الشواط دائما أشواط المرموم خاصة الأشواط الرئيسية تحديات من قول من بداية الستارت حتى خط النهاية والله كيد نعم مرموم غمة الميادين سباقها دائما قوي وحلال وايد والله يوفق إن شاء الله القميع وننامو سلها لها شواهين قدمتها دام وتميز خاصة في اللحظات الأخيرة بدأت تباعد يمكن جاء الشواط باريحية والله شواهين هذا طبع رقبها دائما تنفرد عند النهاية ومعودتنا على هذا السبق الشوط الرابع للجعدان أتعب متعب لحمود بن هادو بن سعيد العمري كل منافسيه وتفوق عليهم مسجلا زمنا وقدره أربع دقائق وأربع وثلاثين ثانية وأربع إجزاء من الثانية سلوب... سلام للسلطة مسجل صباحا يكالي بدية مع هذا الانطلاق المتميز الم making جدم المتعب Ichmoud بن هادو بن سعيد العمري ما شاء الله انفرد 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 المتعب والله صعب مشترك في الوثبة وطاح محارف الحظ واليوم اشتراك الثاني تختك تام وضعت في الأشواط الرئيسية أنا عارف الضوء كان سبوك بس اليوم تعرقل واليوم أول الحمد لله أما الشوط الخامس فشاهد تسجيل أفضل توقيت عن طريق النشمية لخميس بن سعيد بن صالح الزرعي التي أثبتت أنها على قدر المسئولية لتعلن نفسها أسرع المطايا بزمن وقدره أربع دقائق وثلاث وثلاثين ثانية النشمية خميس بن سعيد الزرعي إذا هي 17 عموما على كل حال تهانينا خميس بن سعيد الزرعي يعلن الهوزة مع النشمية بالمركز الأول النشمية نقدمها بشوط الثاني بس شوية تخرق الشباب ويعطي شوط الثاني وهي برك فيها النشمية وما فيها كلام السنة هذه ماذا تستعب النزيم يلي تعرفنا أيضا بالسلال التي تنحدر منها السلالة أبوها تقلمود وبعيد فهد بن طحنون وما تقلمود وبعيد فهد بن طحن مشاركاتها بنقول في بداية هذا الموسم والله مشاركات البكاء عندها سبق السنة ثلاث مرات في الطايف وعصاها في بطانها وام سياسات ثل الرمز وليوم هذا الشتراك الشوط الثالث عشر بدأت معه منافسات الإنتاج وهنا كان النصر في شوط البكار من نصيب إنجاز لمطر بن عبيد بالضبع الكتبي بعد أن قطعت المسافة بأربع دقائق وأحدة وأربعين ثانية وخمسة أجزاء من الثانية إنجاز اللحظات الأخيرة الله مع هذا الأداء المتميز مع هذا الهجوم ولكن هاني نزوه هاني نزوه هم الأقرب تهانينا لمطار بن عبيد بالضبيعة هاي إنجاز طال عمرك تنحدر من سلالة مشقي بعيد عبيد بالضبيعة بعيد الشيوخ وماشاء الله بأكرا هاي سبوك من كل الشتراكات الحمد لله كل السبق ولكن ألاقي الطعب الهزيمة سابقه في المرموم أوله في التاح وسابقه اليوم وسابقه في اللبسة وسابقه في الطي الحمد لله عندي عدة سبقات ونهني عبيد بالضبيعة على انتزاع ثلاثة أشواط اليوم والتوفيق إنجاز الشوط الأول خاصة في فيات الإنتاج لاحظنا اليوم عداد هاي على أرضية هذا الميدان ولكن إنجاز كانت صامدة في اللحظات الأخيرة يمكن حتى بعدد بأوامر خفيفة بأوامر جاءت في الأمتار النهاية والله مرقاض المرموم كل نيي مرقاض عادل وخنان وإنجاز هاي طبيعة تركضها دائما تنهي ويخطها الحمد لله ويتزين أما الشوط الرابع عشر تمكن أعباب لسهيل بن سالم باللوتية العامري من التفوق على خصومه محققا زمن وقدره أربع دقائق وستة وثلاثين ثانية وخمسة أجزاء من الثانية تهانينة لسهيل بن سالم باللوتية العامري على فوز عباب بالمركز الأول ولحظات وصوله لحظات وصوله إلى خط النهاية سلام زاخر سلام مع انطلاقة عباب تهانينة لسهيل بن سالم باللوتية العامري على فوز عباب والله عباب أبوه درع بعير مارخان وما انطاج مبوش معازي مجازات مجازات قعود ماكن سباك أربع اشتراكات كل سباك اليوم مشاركتك خاصة في شوط الأول الرئيسي شوط الانتاج شوط يحمل أيضا أسام كبيرة ولكن نقول عباب في اللحظات الأخيرة كان واضح صمود أيضا اندفاعه في الأمتار النهاية والله عباب قعود سباك مشاركتنا هو سباك وماكن سباك الحمد لله ودخلنا وصبت كثيرا اشتراكات اليوم اشتراك الرابع الشوط الأول المنتاج والحمد لله تيمن وانا عازلين فيه والحمد لله تيمن الشوط الخامس عشر للبكار لم يكن لأحد أن يضاهي أداء الاتحادية لسعيد بن سالم بن سعيد المقبالي التي قدمت مستوى كبير مكنها من تحقيق الفوز بأربع دقائق وثلاثة واربعين ثانية وأربع أجائي من الثانية المقبالي تهنينة وناموسة تهل التحادية سعيد بن سالم سعيد المقبالي في هذا الفوز التحادية أبوها الحاسمة المتحد الأصفر ومها بنت الحاسم الشيبة أبعان انتاج وهذه الثالث سبق لها نعم الأداة كان رائع اليوم في الخاصة في أشواط الانتاج لاحظنا التنافس واضح حتى اللحظات الخيرة والله تعمرك السبق وبتسبك وليلها ماضي بعد حضار اليوم الشوط السادس عشر للجعدان كان الفوز من نصيب شاهين لمطار بن سعيد بن محمد الكتبي بعد أن قطع المسافة بأربع دقائق واربعين ثانية وثمانية أجزاء من الثانية الزرعي ولكن بالعامري خلاص أهالي الشويب أهالي الشويب سلام يا بالعامري سلام على هذا الفوز مطار بن سعيد بن محمد بالعامري المركز الثاني شديد حميد موسيقى 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 نقول الناموس لكل من نشارك معنا في ميدان دستور في ميدان المرموم على هذا التألق نقول أداء الرائعي حرب نقول لعبد الله بن مصفر بن محمد الرزق اليامي الناموس وأرسل السلامات إلى أهالي المملكة في أول الأشواط وكان شوط ولا أروع نبدأ إياك بسلطان حرب من انتزع أول الأشواط في السن الحقائق درب حرب أو درب درب أشبال لا درب سامحني لك شوية نظر لك علي لا لا أنا عندها يومنا تركب الناق هي أنا قريتها حرب درب حرب ودرب كلهم متجاربات المهمية سبقت سبقت نعم طيب درب و عبد الله بن مصفر بن محمد الرزق اليامي على فوز درب وماشاء الله البكر هدث هذا طيب وانهت ماشاء الله نهائه طيبة وكل الله لا ننسى بعد مضمرها خميس بن سعيد الغوشري هذا مضمر معروف لها بصمة لما يحصل السبوك لك أنه مضمر يغيب ويحضر مع السبوك إذا حضرت السبوك حضر وإذا غابت السبوك غاب نعم نهندها للمملكة والسلامات من المرموم إلى كافة المملكة السعودية على فوز درب عبد الله بن مصفر بن محمد الرزق قليامي على فوز درب ودهض ماشاء الله الناقه بعد يقولون لها ركض طيب ولهذا طيب ولهذا خبرني بعد خميس الله يذكر رب الله خميس بن نعم نعم يقول الناقه هاي لها خوات السبق من أمه بايع أن ننتين ماشاء الله ماشاء الله سبك يعني السبك ماية من عبث يا طعم منك من ساس طيب ونقول لعبد الله حافظ على أمه الناقه هاي نعم اللتي مثل مثل درب ورباية نعم نعم حايلتك بمحمد حميد بن هادوب والله نحب نبارك حايلتك اسمه ابو سلطة نعم حايلتك ها مسمى علي ابوه ابوه طعمك بعد العاصفة ابوه ماخذ رمزنية في الليلي نعم نحب نبارك ونومس لحميد بن هادوب بن سعيد العمري على انتزاع حيالتك الشرط أولي في مدان دستور هاي القعود ما شاء الله شكله ونعيته اذا كنا مركاض ابوه يعني ما شاء الله نحنا نذكر القعود كان عنا في مدان الضفرة عند محمد بن ساري بن بلوش أداء وشكله ما شاء الله يعني ممره ما شاء الله نفس ابوه القعود ما داءه وشكله وركضه الله يبارك فيه مميز ستة واربع وستة وثلاثين وهذا البعير شفنا انتاجه ما شاء الله من أفقر الزمول هنا في دولة الإمارات انا في شبه الخليج وشاء البقرة لي ما اخذها الرمز اللي في الصعوب بنته البعير شايفنا له انتاجه طنيجي البعير ماине يعدين تنيجي crian جيرة كنا نعيلك بناتين بعير شاهين علي هو مميز لتشاهين عليا نعم أخذ نعم وكان عند من بلوشة بعد ما أخذ رمز الليله هنا نعم والبعير الله يبارك وستطعان فلا بلك قال شاء الله مved شتر CA في مرجان الصعوب تقريبا أكمل أغلى من عشرين يوم شفنا تألغ حيالتك بشعار حميد بن هدوب العمري ويهدي السلامات أهل السلطنة وله غريب على يوم السبك فدائما أبو خليفة تسبق وتحضر في مدان المرموز فضلولي تأكد أن الماضي يشفعلها والحاضر مثل ما تشوفها اليوم والسلالة شاهنية والسلالة شاهنية ويبعير ما شاء الله انتاجه الله يبارك بعير انتاجه في رموز مروحات في رموز وفي تسعيرات فبعير المنتجه وانتاجه طيب ويتسبق منطيها وقعودة أو بكرة عليه في شوط الأولي تأكد أنه ممكن تغريبا تسعين بالإمامة في حضر عيها بحكم الساعة طيبة الناس اليوم والمؤسسات والكبار كل عين على سن الحقائق يدورون الحقائق ويدورون النوعية ويدورون نفس الوقت السلالة طيبة وبوهم يسوي لها درب على رموز ويحب نبارك ونومس البن هدوب عليها سبق عيالتك لهم وخليفة يدورون أن هذه الحجائج أساس اللبنة خص منتأخذها الحين في البداية طار عملك في بداية الركض وتحافظ عليها طار عملك الحجة ومن سلالة طيبة تصفر لجية أدها أقوى نعم وتحافظ عليها طعم والسبوك ما عليها سواء تمت عند رعيها ولا شريت السبوك سبوك صح السبوك سبوك هذين ترام يصفر اللقاية عند هالهن ويأخذن الرموز ما شاء الله وهم عند هالهن ويأركضن لكن هالهن يحافظون عليهم صح وسلالة وصل هن يشفع لهن صح السبق اللي من أصل يبطي السبق اللي أساسه أصل يبطي صح والأصل ما يضيع تراف والأصل ما يضيع سواء في الإنسان ولا في الحيوان صح اليوم ما تسبق للي ما تم سواء درب على السبق نعم لا مللقوا ولا مللقوا لا أصل ما يضيع السبق ما يطع نعم لا يطع نعم لا يطع هذا اللي يأخذ السوف الآن الحول ما أخذ ذات من الحجائج صح نعم صح مثل عجائب مثل عجائب صح ذهب من تخزنها رأيتها صح نروح عند أبو عمر مع شواهين لعبد الله بن علي بن عباد بن علي الشامس نقول لها الناموس والسلالة الشاهنية نارا على علم مثل ما يقول بسلطان نعم شو الله شواهين والله ما قصرت أنا هديها الناموس عبد الله بن علي ونقول لها تستاهل الناموس وحافظ على شواهين لا تستعيل في البيعة نقول له هي من سلالة الطيار بعيد الشيخ راشد بن حمدون ما شاء اللوها prostate إنتاج الرويه ما شاء الله ما شاء الله ما شاء اللو يستاهل الناموس والبكرة ما شاء الله مستواها سيرها مختلفة ما شاء الله ان ارشshi ونتمنى لها ان شاء الله الرمز ما شاء الله ما شاء الله شوف ما شاء الله شوف رجل والله يبارك نعم مع صار تراس وحافظ chino هو و Peki بعد ابوها سبوك وهي سبوك ما تزبق لي ابوها سبوك ما تيب السبق عبث تيبه من مخباها هي تيبه من سلالة لعب لاطيه اللي ما لها ما لها طعمرك لازم السلالة بيت في السبق صعب انا تسجل حضور في مدان دستور زادت هني بعد ما شاء الله يا بكرا سبوه هو تيم الشوط رب ولا لحوله تلقى ها بعدها هي بجاهزة جهوزية كاملة اما بنت شاهين يقوه الى بحبدو صار بعده هو ها الطيارة ما شاء مو شاء بعيد سابج بيد هروح بعدها هي بعدها هبجاهزة جهوزية بعدها مو بجاهزة جهوزية لا يمكن ستين يمكن ستين خمسين طيب نروح لشوطنا الرابع متعب لحمود بن هدوب بن سعيد العمري بسلطان نعم الشوط الرابع اللي اللي شجل توقيت طيب رابع وثلاثين يعني ثاني افضل توقيت اتوقع هو كان عندنا افضل توقيت لانية البكر اخلاف ويت ثاني افضل توقيت صح هذا القعود نعم نحن نهنيهم بارس الحمود بن هدوب بن سعيد العمري على فوز متعب شو ما شاء الله هداه طيب وركضه طيب ما شاء الله ويقعود عنده جعادين سبق نقوة الجعادين موجودة في الشوط لكن السبوك ما عليها لو يحضرنها سبق تقاومهم صح ويقعود هاي رعيه ما عنه من عمان ويابه لما يحيد السبوك صح هذا الدروب قرأ وقاط عنها المراكز كلها تكيشو ما شاء الله انهايته وركضه ما شاء الله في السبوك اليوم تتغرب عند العرب تظهر خبرك خاذي ما لها ثمانها الا بالمرضة صح نعم نقعود ما شاء الله هداها طيب ونا ما شاء الله حتى الاربعة هاي اليوم الحجاج بسعداتي يركضنن نعم اليوم مركض الحمد الثلاثة اليوم مركض الحمد الثلاثة من الاربعة يترابعنن صح نعم ووقت مناسب الى حين نقول روح اربعة كيلو ولا بعده لا لا اقول لك اللي يشوف هدا الحشاوين يعني المسافة الطويلة ما عليهم منها ما عليهم عندنا احتياطي عندني ما شاء الله يعني كلها عندنا احتياطي اللي يركبات صح ما ينمن تهيات صح الكيلو هاي مستعدات اللي ما عليهم لا فيهن عند كيلو ثلاثة بعد فيهن اقولك بعد الثلاثة ما شاء الله تشوفه نحيل لو فتحت لنا الرابع مستعدات المستعدات نروح عند النشمية افضل توقيته ياكم محمد والله النشمية الخميس بن سعيد بصالح الزرعي والله ابو خليف شبنا اليوم ما شاء الله تألغ شعار خميس بن سعيد اللي هو الغوشري هذا الطعم لك مضمر من ينعد من افضل مضمرين في الخليج وريال اله ماضي في الرموز والسيوف ودائما من يتيه السبوك اعطيها حقه وفوق حقه ابو محمد هاي النشمية ابو خليفة هاي لها سبع اشتراكات من الدبها رأيها مقدة الثاني سبع اشتراكات كله سبق منه فطيمة لين سبع اشتراكة اللي هو ما باع اللي هو اليوم ابكر هاي سبوك واصلة غيام عنده شو يتريه يتريه طيان عمرك يشوف غيمتها اللي هي تستهله ليه طمع يبقى السبق هذا اليوم انتشوفت احينا مفروض ما شاء الله عده هالنوع ما شاء الله شوف اداهك هاي هاي ما تستعيل على بيعها هاي بكر طيان عمرك ماركتها ماركة عالمية شو سلالتها هاي تنحدر من ماركة جلمود بن طحنون من الام ومن الاب كلها الاب والجلمود ولبنت جلمود وهاي الماركة تعتبر ماركة هاي ماركة بن طحنون يا ابو محمد من افضل الماركات في الهجن وعند ملاك الحال في الخليج اللي هي ماركة جلمود بن طحنون هذا البعير منتج حلالة ندر مخاط سيوف وكاسات وهالناموس هديه في هيد بن طحنون الهاجري بوفيد هو يستاهل ناموس لان طعم ركا ريال طعمك ميهي بعيرة زين العرب استنفعوا منه ومسبله لخلق الله فبوفيد علمه طيب وراسه طيب وكل مركاض نشوف دايما شي من انتاجه او من طعمك مانات بعيرة بغض النظر عن الشعارات باختلاف الشعارات باختلاف المناطق هذا الدليل طعم ركا على وقفتها طيب وعلى طعم ركا طاريه اللي مفرح عند بعيد وعند القريب ومسبل الزمول وهذا فعل ريال اللي فيه خير يميهي بعيرة من تجمعك فالي طال عمرك بدون دون العربان جلمود في السعودية ولا هنا جلمود في كل مكان جلمود لا لا شابه جلمود من عياله لا ولده من عيال جلمود فهذا البعير اللي هو جلمود ما شاء الله بدره يعني يوم اقول لك انا اتراب عن الاربع اركضان العشرة بناته واركضان مشافات كلها من كيلي ولن العشرة شو بوه جلمود وشيرد سلالته ربيان ربيان ولا شاهين لعبيان ضبيان هاصلكم الملك اللي من يعرفه عنه انه الضببيان لكن البيت اللي معرف الملك أول ما اعرفنا عن جلمود هنه هو ضبيان أول ما اعرفنا عنه لكن نهو تغير ما تغير ما ندلع أما هذا ونعرف عنه سلالة ابيعا سلام ابيعا سلام ونعرف الله عمري كأن بعير THIS ثلاثة ثابتة في كل المسافات. ابو سلطاني البعير دي من الكيلو للعشرة. طعم اقتحيد البعير اللي عنده رياس اللي عنده علي بن يميل. اللي سجلتين حدث في الزمو اللي يابه 12 و 3. اللي مبتاع من عنده عمير بن الحزمي. من عيال جلموت. وداودية. نعم. عيال جلموت. داودية. داودية. عيال جلموت ابو خليفة عند المؤسسات. وباختلاف الشعارة عند البدو تحصل هاي الماركة اللي هي تتعب الشراية ما تيك رخيص بنت جلموت واللي فيها جلموت. انت تقول ليش ما بعتها يا بكر هي وصلت غيام. لكن خميس الغوشري. ايبا رمز. متقبض منها طعمرك والكبرى على البواب والشعارات المليونية على البواب. ايبا تسعير. شارتها مليون ونص. شارة خلي البيع اللي همها رجان الكبرى. واعس الله يفوقه يا بكر طعمرك سجل التيم صراحة 34 و 33. هذه من اليوم خلاص تيمها اهلها لشوطة رمز. وتوقع ان عندها بعد الناقات احتياطي للتيم عندها مشاعر لناقات مسرعة هنا. لو بعد الرمز بعد ترتيبه غيره وما غيره والغوشري هاي اجواء الغوشري مني يراك اجواء. هو ريالي. ما ضغط. التلاحظ ما ضغط تترى ما ضغط النشمية. هو الريال قد غايص يعني في اشواط قوية نعم. اشواط رئيسية اللي هو الغوشري. مضمر له بصمة. لكن مثل ما قلت لك المضمر يجب سبوك تساعده بعد. صح. هي نعم. صح. دور السبوك. يوم تيه حضار ويوم تغيب عنه غاب. دور اساس السبوك. في قال سعيد بيت المصلح بن زمان. بس ما يقول للم ضمر غياب ولم ضمر حضور. يغيب يوم تغيب عن السبوك. ويوم تيه السبوك حضار. حضار نعم. هي نعم. فعلا. الروح لشارة الوافين ولا نروح للانتاج. شو رايك؟ انتاج قبل بعد الوافين ولا نروح لانتاج سلم لا نتاج't رغمهم اهم قدامنا كانوا مرورا قدام ولا صبرت وخمسة وعشرين شوط للن تسع وخمسة واربعين. ما شاءصبرت الهي mats كيفاء. نحن دعم نطغل عليه ني عاد و هناك فرأية الدهرة.esinو علينا عليك شعبة سعبة الذهاب لنه عموس ذي الأمر خارج عند الانتاج لا ما لديك مشكلة؟ مره يروح عند ợ الإتهاءات هذه الفناء في لشواط القبلية الخامسةlude عشرين في الحجاج textbooks مقدان لانتاج. الشوط شوط شاهين لا شاهين صحيح عباب 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 نعم شوط الثان السهيل بن لوتية خلنا قبل عباب ناخذ انجاز وبرد خلاف على عباب روح لانجاز لمطار بالعبيد بن محمد بن طبيعة الكتبي شوط الثلاثة عشر أول شوط الانتاج بن بو سلطان نعم نقول لناموس نعم أقول لنا هني عبيد بن محمد بن طبيعة ومطار بن محمد بن طبيعة وخوانهم سالم وعيالهم كلهم نعم والسبق غريب عليهم بطبيعة عندهم بوش طيبات نعم نتاج طيبة بوش وزمول فحول عندهم زينة وزمول الجن بوش طيبات مثل ما تحصل الأرض الزراعية الأرض الزراعية اللي تحط فيها شب صحيح والأرض اللي ما ما تنبت ما تنبت صح بوش بوش طبيعات بوش طيبات أصائل ونتاجها نطيب وداها نطيب ومسي عليهم بالخير ومسي عليها النزوة ومبارج لهم على هذا الفوز والناموس ولا الشعار معودنهم بالسلامات من دولهم من خارج الدولة شعار بالطبيعة شعار معروف ولا ولا نستهين بالمشاركين الباجيين كلهم اللي هم بصمة لكن حق السابق أنه نذكره وشو طو عمرك اللي هي نجاز أدتها لداء الطيب والركض الطيب ما شاء الله لنخط النهاية رغم السبق اللي وياها نجازين نعم وقبل سابجه هناك هذي السبق هم من عبد نعم فأنا قلت لك عني السبق ماي من فراغ لازم له ماضي ولازم له سلالة طيبة مايك من أي مطيب فبوش طبيعات بوش طيبات بوش العرب كله إلا كان بوش هاي بوش عند مطار وإخوانه بوش زينات وحصلا بحول زينة ويوم حصلا بحول ذرن مرة ذرن نعم نحن نبارك لهم من هذه النية شو سلالت تعرف سلالتها سلالتها والله شجي 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 مع الشيوخ عند عبيد شجي السنة طالع من العام من العام بعدي عند مقعود ولد مشيقي سبق يا ثاني يعني ثاني على الرمز هنا الله ثالثة بعد سبق بعد بعيد بعيد روح روح على سبق سبق بعيد سبق لكن تاج كان عند عبيد في طبيعة الشيوخ الحمدان بالمحمد أنا أتوقع أكبر حيال اللقاية أول سبق أظن إياه ثاني أو ثالث في الشيوخ من انتاج مشجي وعندهم بعد قعود رقي السنة بعدها موجود عندهم سبق لو في حلال ومتاعات له بعد عند غيرهم بعيد هذا له انتاج طيب سمعنا له من سمعنا اسمه سمعنا اسمه اللوائل أروح السبق وما يخبر الحياة والطيبين يبين نعم الطيب الطيب ما يتغبى لو أنت ما تتكلم له تتكلمون العرف عنه فاجي صح صح سواء ريال ولا ولا بعيد ولا ناق الطيب كلين يتكلمون لو قالوا خبر الحياة والطيبين يبين الطيب يبين الطيب يبين نعم عباب نروح عنده مثل ما طلبت سهيل بن سالم بن لوتية العامر نقول له الناموث على شرط الإنتاج يستاهل بو سالم الناموث راي عباب والله يبارك له إن شاء الله فيه عباب ومهاته هذا القعود أنا حضرت له في الدورة الشرط هذا وباري تعرف اللي عنده إنتاج وهذا يحب أن يتابع المشاركات الأشواط الأولية يشاركوا معهم خلال بالتعليم يشاركوا معهم صحيح نظري شكل القعود تبارك الرحمن وين موقعه وين الشرط قعود لين تقريبا كيلو متين ما دخل في الشرط ما دخل في دائرة العشر سرعة انتقالة القعود من المراكز متخرة لين استلم بدون أوامر يمكن أوامر خفيفة النقلة هذه السرعة التجاوز الحلال مم شي بسيط صح ونهايته قوية فوق هذا كله والله يبارك له عون ولون أبو محمد فوق يكل طعمك ما قذاق طعم الهزيمة قعود تبارك الرحمن يوم وفي آخر النصف الوراني في الشرط لفت انتباعي شكل القعود وشلت شلت يده مبعادية الله يبارك له لكن شفنا شعارة بلوتية نحب نبارك وأنه مسلها رأي عباب التألغ في مهرجان مجسمات الوثبة حصول على مجسم في مركاض الوثبة ونشوفه نفس الوقت يسبق في المرموع ووزع الحلال بشكل هذا الدليل على النوعية اللي يمتلكها اللي هو شعارة بلوتية وهذا شعارة يعونا متياسة خذ شوطين ترى عنده بعد شاهنية نعم هذا شوف البكرة طعمك الحلال يعدون المهرجان الكبران نعم نروح وياك للشوط الثالث انتاج الاتحادية سعيد بن سالم بن سعيد المقبالي والله نحب النومس راعي للاتحادية اللي هو سعيد بن سالم بن سعيد المقبالي والنومس لهالي سويحان بكر طعمرك مثل ما ذكر رعيها بكرها ماضي طيب لها سبق في عدة ميادين نعم واليوم ابو خليفة ما تسبق مطيئة لها طعمرك بصمة في ميادين الثاني وتاهيل وما هالها رعيها مصنفة للمركاض الدستور دستور مركاض ابو خليفة خلاص التسبق تعبر الاختبار اللي هو اهم اختبار للحقائق سبقه في مدان دستور ومدان الوثبة هذا طعمرك تخريج النوعيات الطيبة اللي تقدر تشارك في أي مهرجان وتقدر تشارك في أي محفل البكرة ما شاء الله أداها طيب ما شاء الله وسيرها بكر الله يبارك النوعية ابو خليفة اللي تبعدك من المنافسين بريحية تامة هذا دليل عمك على رهان البكرة ورهان سبقها طالما نها رعيها فيها ندفاعها فيها احتياط والشكل طيب ودائما ابو سعيد معودنا على النوعية الطيبة عندها حلال ما شاء الله شفاء لها مشاركة في مدان سويحان عندها نوعية طيبة نحب نباركونا ومسلوع اللي إن شاء الله نواميسا دائما يفتاهم خليفة اللي يتحصل الشهادة في الدوارة هذي سير بها وانتباع خلاص ونحن طعمك ما 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 نستعمل الدوار الباجية نعم نعم تسبب في دستور نعم هذه عندها شهادة خلاص نعم رغم الدوارة كلها فيهن سبق وفيهن لكأن نقول لا وضع ثاني صحب كثرة سبق وزعمه نعم ومطية اللي تنافس فيهن ما الثاني الثالث خايتكون لها شبوق الهم استواء لها مستقبل كلا لكم استواء يعتبر تصنيفها عالي من أسباب وخريفة دستور ليش صعبة دستور تسعين في المئة اللي في الشوط محملات ما حد بيجيك محمل من منطقة لمنطقة بيجيبك مطيئة عادية بيقولك يلا خلنا نسير أشارك في دستور صح الجي نوعية ويتلاقا كلهم في الأشواط هذي اللي تدخل في دائرة الثلاث هذي يعتمدها في المهرجانات مرة اعتمد ما تطلع من المهرجان في دائرة الخمس الأوليات تكون موجودة في المهرجان لا أبو محمد بعد مركات دستور خلاصة جميع الميادين الخدم جميع الميادين تلاقون في ميدان واحد يحملون للدستور واللي من الإمارات واللي من السعودية واللي من قطر واللي لكل مكان النوعية طيبة صفة حلالة عندهم 20 مطيئة خذ النقوة أربو على خمس نعم واركونا تعمل كميدان دستور يينك خلاصة الحقائق وسبك يعني يا مؤسسة أو يا شخص تدور مغارة في البيرق من خلال الموجود موجود وانت عينك أشفالك أبو خليفة الريس ولو هما قدوح الشلام الرامس الريس صعب لو بتوقف فيه بتشوفه مكانية الريس بطيئة طالع وقف فيه مني وطالع صوب غرب شوف كيف نهايتك تكون نهايتك شوي صعبة الريس هذا خط مستقيم كيف صعب ما فهمت عليك دوتك عدد الحلال أنا 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 على الفرضية تدور الريس هذا الأرضية مكان مقبل قبل قبل لستو فيها الريس مكان هذا شوي الكسجين يغل فيه عند مثال الأخيرة نعم في الأخير فيه ارتفاع شوي في مثل الصعود آخر المتار في مثل الصعود صعود هالمكان هذا صعب على مطيئة قوي قولك اللي تركب فيه يعني والتيم اللي تيب اللي تيب تيب تيم زين في في دستور هذي من أحسن البوش الموجودة يعني تيمة يعني رعاية التيم فيه التيم في الرئيسات كلها نعم نروح لآخر أشواط الانتاج شاهين وياكبو عمر مطار بن سعيد بن محمد الكتبين نقول له الناموس وشاهين أدى أداء مميز توقيته أربع دقائق واربعين ثانية موشي نومس رعي شاهين مطار بن سعيد بن محمد على سبق شاهين وحصول على نقطة في ميدان دستور وتوقيته ما شاء الله أربع دقائق واربعين ثانية وثمانة أجزاء ما شاء الله تيمة تيمة قوية على أرضية رعي شهود رعي شهود محمد محمد العامري نعم رعي شويب رعي شويب يستاهل يستاهل رعي شاهين ويحافظ على شاهين إن شاء الله وإن كان مستعيل يصير الوثب هناك ويبيع في تسعيره يوديه تسعيره نعم وكان يبغيه لحق الكبرى يخليه هنا يطال عمرك مستريح وقعود نبين عليها تاخير شوي في الوسومة موسم وضلع والله يبارس له فيه إن شاء الله ويفكه من العواق ويستانس على رك الله إن شاء الله وينومس والله ذليت عب كان زينا هل حيب كان يجيره ونبغي يخلي لا 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 ما دل لو يعرف ترى هو يعرف هو أظن ما يبيع لو يبيع كان زار رقعود أكيد أنه متأخر لأنه فيه وسوم وايد رقعود محرك كان عقب ضلع عشان شدي هو بيجهزه والرب قال لي له قنب العامري أنت مبوش زينات نعم نعم بو خليفة تقبل قاعدة الأساسية مبوش مرة ما عليك الزينة لمن أصل ومن أساس طيب تيب لك خير تيب لك سبوك العرب هالك بالعامري أنت مبوش زينات طيبات نعم صواديفة أصائل ويوم حصر الزمول هاي طعم لك السبك أنتجين منهم البعير زين والناقع زينة تولف أشوف أبو سلطان من بداية الحلقة أكد لك على البوش على البوش لا أعرف ليش لا أعرف السابق كنت مثل أحفزت شوي أو لا الريالة طعمك يشوي انتاج بوش زينات لأن كلما طريت الريالة يشفت الريالة كنت عدد الله يوفقك أبو خليفة إن شاء الله هنا أنا أحفز أحفزني نشوف عاد كيف قلنا بنا سبقنا تسلقنا مفنش لدينا نعم إن شاء الله إن شاء الله لا تدول وحده بوش الزينات الطيبات لديك والبعير موجود لدي شاهد مرة تم مرة تم والله مرحبا في أي وقت مرة تم والشاهد المهيري هذا نجاز طبع يو أخواتك نعم ما شاء الله خلاص تم مرة باكرة من تلاقي إن شاء الله ما يحتاج إلى بعيرك نذهب إلى هنا يناكم قبل الشعرة يوم الخميس أنتو عندكم دائما تسوون غداء في الحلفة وغداء عقب النتائج نعم صحيح؟ الحلفة زحمة عندكم عالم لازم الزحمة تستوي العالم بترشح وعين شو تحلفون والله شروط الحلفة؟ الشروط يمكن تغريبا هي 11 شرط بس اللي تثبيت الحلفة أنها تكون عندك تحت دارتك يا المضمر تحلف عليها تحت دارتك من واحد ثمانية وأنها ما قد عطي الدم ولا هرمون دم من ولادتها لين يوم الركض سنشار أنها شعر أنها حلف رعيها حلف رعا فيه شرايا وفيه ودايع وفيه إنتاج طيب شروط لا لأن هذا شرط مهم ليش؟ اليوم باشر البيشتري من هاي الشارة متأكد مية في مية أنه نظيفة هم لكن باقي العلاجات باقي العلاجات بكيفك فحص الدبين قدامك فحص الدبين قدامك فحصه عن التنشيط وعن الدم اثنينة حلفة وفحص طيب خلونا نشوف التقرير مشاهدين الكرام قبل أيام قليلة وهذه الشارة التي تقدر بموسمها الخامس تنافس مثير دائرة بين أهل الأحباب الكرام ولكن قبل أن يبدأ الركض كان هناك تحديات شديدة بين الملاك بل كل واثق من حلاله ويسعى لفرض سيطرته على الشارة ولكن حدث ما لم يكن في الحسبان نتابع لا لا أنا خلص خالص؟ دافع اللقب يعني بس أنا إذا كنت أدافع والنسبقوني بيكون تعادل تبا الصدق الشوطة ذا نفتوح قطعة نار عنده ومنهم طايره كلهن نقو كلهن ندر كلهن أسرائيل ندر ما هوب عاديات ما فيهن وحدة تقول أنا هاي ما هوب كافول الشوطة لا كلهن صب والرزق على الله والسبق واللي بتاسبق وحدة هن كلهن سبق لك وحدة بتاسبق مترشح مطية بأسم المطية إثم المطية والمالك والله أرشح فوق كرتيا نروحي أرشح نعايم نعم إن شاء الله الشوطة المفتوح إن شاء الله أنه بيكون من نصيب هادادة هادادة يعني هنقول هادادة ونعايم ونجلة لاندلس لاندلس ولنجلة آآ موه عطانا دموه غير رجوب ما في حيلة ما عليك ما في حيلة مره هذا لفه دار على الإعلام بكبره بيه كلام ريه مفروض على جدام الإعلام يقول كل شيء لا 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 حتى هاداك عنده بعد أشياء واعدة بعدها؟ عنده خفايا واعدة هيا لم تقع ما قلت نصح هيا لم قلت نصح لا أنا صراحي أنا أركض حلالي صراحي يعني ممشتري نعم هذا كله إنتاجي يعني من إنتاجي أمها وإنتاجي أبوها من هو تبتتوا بها تسبق أباسبقهم كلهم مرة كلهم مرتين مرتين أنا مبوني مرة من سرحت من الشوت بسرح للبيرق بسرحة أطالع فلان وإن فلان وإن سرحت الإنتاج بسرحة طامك السيارة إن شاء الله نستفق عند نجلة نجلة إن شاء الله نعايم ونجلة الحين لسمين الخطيرين والله هو فيه ركاب بعد خطيرات مثل ما تقدر تظلم أخي صام ما تقدر فيه ركاب سبق فيه ركاب سبق عند عند الشغل اللي مشارك في الشوطي أخواني الشغل على نجلة يشتغلوا عليها من من الستارت ها؟ خراظ آه؟ new هنا نجلة ووامرها عندي وما باهد تقدم أروح إذ أكلم وفي الصوت ما تطلع يتريني على العصى مر على العصى نضحا هضامري عاصر والسبب من ناصر أدري به الخطر والخوف من ناصر والقطاع الغربي انصيبه يا حمد لو تشوفها يقاصر باخذن فكرة معازيبه بحرك يضرب على يقاصر وانا فيه موية اغلبه فضلا من الله باشرك اني باسبقهم كلهم بدن الله واحدة نحن هات نوعية هات نوعية هات نوعية هذين مفاجن نوعيات لا نوعية غير تفرق من نوعية عطني كلام لا تعطينا عموميات خلنا عن العموميات احيانا انا باشرك باسبقهم بدن الله واحدة شو ماضيها ماضيها طول عمرك سبري طافيائي ثاني في دبي ولها سبك ثاني اشتراك لها وان شاء الله ان ثالث اشتراك لها بتاسبك شو في خلطة يديدة بتستخدمها حقها لا في خلطة يديدة نوعية كلهم عندهم نوعية قدلك يب نوعية ونزل خلطة يديدة هاي خلطة يديدة عندي شوف انا اخبرك ناصر عنده ثلاث والشاعر عنده نعاية وهني ما شاء الله شاعر محمد بعد عنده ثنتين وانت كم عندك انا عندي ثنتين نبونهم ثلاث وسحب ثنتين وخليوا وحدة ولين باشر ولين باشر بتسحب وحدة بتتم وحدة يمكن يستوي يستوي يمكن قبل الستارت تقول والله بجاهز يمكن النوعية طهراتها يمكن يستوي كل شي جايز شوف ابتسامتك هذي لا فيها حفوز ولا فيها شي تخفي مش حفزان مش حفزان بشرك فضلا من الله بشرك اني باسبك فضلا من الله ان شاء الله والركاب اللي بياركتن كله نسبك والشاعر شعبك رتبك رتسبوك وناصر حشاوي نسبك نعم نعم يا فرطن خل هدف واحد عن فرطن عن هدف واحد اثنينة الله يعطي في مع تواجد العمالقة الله يعطي يعطي الجنة رب العالم نعم 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 فأنا هذا هدف تبال بيره الانتاج وتبال مكتور أنا بش شوطين هاي اثنين وخال باقي اثنين غير انخذن الاربع لا وملوم عليها الطيب تلقى هذا سنعة المطية السبوك اللي فيها الهزر هاده سنعة اي والمطية راية المنافسة اللي ما تتحمل الضرب من مسافة طويلة ما تقدر للشوط هاده ما توصل هذا السنعة السبوك وكلهم ده الرابع قد قنو السبق وعندهم السبق صح اي هذا اللي نحن نقوله والرابع ترى الباقيين موجودين في الشوط غير بهادي وغير اركابنا اركاب سبق سابقات ومكررات سبق كلهم اركاب عندك اركاب الشاعر محمد واركاب فلاح بن ناصر وعلي جابر وبكرة عند المطر بن محمد بكرة سبوك وان بعد شي انا اقفاني من الربع فيه اركاب طيبات هذي لا كلهم مكررات سبق هذي لا اللي عدي تساميهم كلهم يبون يسبقونك من حقه من حقي مشارك لا يسبقونك انت لانك حامل لقب انت بالتحديد هذا هو هذا هدفهم يعني انت لويات يعني ان شاء الله تسبق لكن لويات الثالث الثاني متنومس للنسبك يستاهل وانا بحوله انا بحوله بحبه عخاسم ناجلاء ناصر محمد بن مصلح ناجلاء ناجلاء رفاق محمد بن مصلح شوط الاولي عند رفاق ترشيحي عند ناصر بن محمد لاندلس لاندلس انا رشح هداده محمد بن حمد بن مصلح ترشيحي للشاعر محمد بن مصلح هداده و رفاق ارشيح الشاعر سعيد بن مصلح سعيد بن مصلح نعايم نعايم يا اسميهم بيضحكون عليهم بالعافية عليهم بالعافية عليهم بالعافية انا هم بيضحكون وانا نسبكت مبضحك عادي دمول كلها سهلا ما لقيتم سنة بلقاهم الحود حقه بثلاثين نت يوم نعم لا ما شيء نحن نترايي نحن كل سنة نفس العاد نفس العادة كل سنة نفس الشيء باذن الله انا بضحرهم ان شاء الله كلهم من ثلاثة مره انا بسبق هم بيون ثاني ثالث رابع خامس سابع لكن انا اشوفك هادي اكثرهم هدوءا لاني بسبقهم كلهم صعبة صعبة انا ما شفت الحلال لكن اقولها صعبة انا ما عاده مستحيل عبر قناتكم انا اشكر بوهادي اللي قايم على الركض هذا وهو اللي مشجعنا وهو خونا الكبير وهو اللي مشجعنا تشوفه في ذا الركض كل هم هذا الشباب ترى بوهادي انا بدون كبار ونحن ندعون بان كلنا اللي هنا نشكر بوهادي انا بدون انا بدون ما عندي استطاعهم يا اسوي هالجو وهال لكن ابدعم منهم انا وصلت للموصل وحصلت اكثر شهرة بوجودهم ودعم منهم مادي وحضوري وفي كل لازم يعني ربي يجمعهم ان شاء الله على الطاعة والصحة والامان وفضل من الله ومن معازيبنا ووفروا لنا الامور كلها وسهلو لنا الطرق يعني ربي يطول عمارهم دعمونا بمشترة وبإعلام وبكل التجام الله يطول عمارهم وانتم تستاهلون الله يطول عمارهم مشكورين 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 يا سين يا غالب يا مغلوب وكلنا في دائرة وحدة ما بحد مننا بيضهم ان شاء الله دامنا بخير وصحة وارباعة هذا الركل مستمر ومزامطة في انه من خاص من هذي لبررب يحق الحول صغار نحن لامانة نشكركم جميع هذا الجو افتقدناه في الركض جو في الصمت ولا ناسا هذا الجو نحن نباه دائما في هاي الشاعر في كل الشور والمهرجانات ونشكرك الشاعر وشكرك ناصر لكن نحن كاعلام نشكرك نباه الكل الافكار وتكون مصدر فرح وانات للجميع والله نحن نشكركم بعد انكم اعطيتونا اهتمام ويتونا وقدرتونا ويأيتكم لها قدر وقيمها خاصة وذوق خاص لانكم انتم اعطيتونا اكثر دافع للمستقبل والسنة اللي آية هون بعدكم ان كاننا ملحيين انكم تشوون جيل جديد في الحلال او في العيال العيال بيظهرون شباب توهم مناشين يبونوا الركض هذا ومتوينه ويمكن نسوي لهم بعد شواطين للناشين ان شاء الله هذا ما كان عليه قبل انطلاقة الاشواط وشارع بيوم واحد فقط اجواء من الحماس والاثارة اجواء كانت قمة في الندية قمة في الاثارة الكليبة الاشواط والكليبة ينتزع البيرق والشواط الرئيسي لكن في النهاية الاجدر هو والاجهز الاجدر والاجهز ولا قطور في الباقين طبعا هو الذي استحق المركز الاول سواء في اشواط الانتاج او كذلك في الاشواط المفتوحة نتابع التقرير ومن ثم نبدأ بالتحليل والتفصيل على هذه الاشواط مع نهاية منافسات السن الحقائق في ميدان المرموم كان هناك تحدي من نوع اخر كان ابطاله رجال يحبون رياضة سباقات الهجن ويسعون الى دعمها بكل الطرق الخميس المنصرم كان موعد اقامة شارة الوافين التي قدمها السيد سعيد بن مصلح الحبابي شارة تبرز التحدي بين الملاك من العائلة الواحدة اربعة اشواط شهدت منافسة مثيرة حيث حققت دحداح لناصر بن محمد بن مصلح الحبابي الفوز في الشوط الاول للبكار بعد ان قطعت المسافة باربع دقائق وثلاثة واربعين ثانية وسبعة اجزاء من الثانية ناصر بن محمد بن مصلح الحبابي في شوط الانتاج دحداح دحداح مجسم اكسبوا من نصيب دحداح وشوط الانتاج اما شوط الثاني كان النصر من حليف الضابية لمحمد بن حمد بن مصلح الحبابي بعد ان قطعت المسافة باربع دقائق وسبعة وثلاثين ثانية وخمسة اجزاء من الثانية حضر محمد حضر محمد بن مصلح حضر بن مصلح والكل يتحرك ان له ثابت ان له ثابت على القمة على مكانه على رمزه على موقعه الاول يموت عليه يحيابه اما الاشواط المفتوحة وشوط الجعدان المفتوح تمكن عين جالوت لحمد بن محمد بن مصلح الحبابي من تحقيق الفوز والنصر بعد ان وصل اولا باربع دقائق وثلاث وثلاثين ثانية وسبعة اجزاء من الثانية مسجلا افضل التوقيت عين جالوت عين جالوت هذا حب للنواميس حب للانتصارات عين جالوت هذا للمركز الاول هذا للرموز القادمة للرموز القادرة اما الشوط الرابع وشوط البيرق شوط البكار المفتوح ذهب الناموس للسلالة الشاهنية ولمطر بن محمد بن مصلح الحبابي بعد ان قطعت المسافة باربع دقائق وثلاثين ثانية وسبع اجزاء من الثانية مطر امطرهم مطر امطرهم جاهم مثل الغيم وامطرهم مطر امطرهم مطر في الشوط الرئيسي مطرهم مطر في الشوط الرئيسي وفي البيرق فعلا ما ادري عاد من وين طلع لهم مطر ما كانت فيه ترشيحات كثيرة على شواهين كانت الترشيحات صوب نجلة نعايم فيه ترشيح على نعايم فيه واحد انا سويت للقاء قال شواهين هذا علي بن محمد علي بن محمد نعم علي لهم كلهم ان اول شيء نومس لها الغشابة كافة نعم ليش لها الغشابة لانهم الباقين الصامدين كانوا فيه غشابة مطر بن المصلح في غشابة مطر بن محمد وعلي بن محمد وحمد بن محمد فيه غشابة نعم وسالم وعلي بن يابر لا هذي لكلهم تبع الجبيب الجبيب قطاع الجبيب وسعيد بن مصلح الجبيب لا سعيد بن حمد الجبيب الجبيب بعد منوف المرموم عندنا الشاعر محمد بن حمد الشاعر محمد بن حمد نعم أول بعد هني رعي شواهين todavía إستاهل في الأحيان داخرنها يعني التعبان على العالم ما تعلمه كيف يقوم好不好 البكرة. صح. البكرة يدخلها ولا يقول لها شيء. لين قبل أسبوعين دخلها في دستور. والشباب اللي عندهم ما حضروا وريال يشتط شوي وضرب البكرة. والحقت في دستور يا الثاني. بس هو كلام بينهم ليش تحرك البكرة لا تكشف وراغ البكرة خل البكرة ما حد يعرفها. بكرة السابقة يا يا ثاني في الصعوب هنا في دستور اول مدخل من عقب اختفت تم يدخلها ولا يقول لها شيء تاسع ثامن سابع مختفى على انظار. ما يتلحق عند الامتار الأخيرة وتدخل الحلال بس ما احد يتابعها. بكرة زينة بتتطور تطور لكن آخر سبوعين البكرة عطت صعود وامس صراحة هي تستاهل. أداء اللي يشوتها أداء خيالي. والله يبارك لها ان شاء الله فيها. لا وانها تنمائها ما شاء الله. نعم. السرارة سرارة طيبة هضان بعض السرارة شاهينة. شاهين دغاش أبوها أول شاهين دغاش وامها من انتاج بوش سيف بن محمد العميمة. شوف بوش العميمة بعد. بوش عصائل بعد طيبة. شوف انتاجها نعم. خليفة بن محمد عملك وعتيج والسيف. أنت بوش بعد طيبات. نعم. 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 وهذا انتاجها ما شاء الله. شوف أقول لك. بوش. شوف عن كم سرارة الشاهينية كم خلات. عادي. خليك ريلاكس وعادي. بتسوي بوش إن شاء الله. والله يحطرين البركة. وعقب يردون يتكلمون عن بوش. لا عادي. عقب نباني نتخل في الشارع عندكم. والله مرحمة. إذا تسمحوننا يعني. تناسب المصلح بعدين. إذا تسمحوننا عادي. ناسبه واركة. المرة تم. والله مركة ساعات. مر. طيب خلينا نرس لشواط الأول يدح داح. لناصر بن محمد من المصلح لحبابي نقول له ناموس. داح داح ما كان. نوعا ما الأنظار عليه. لا. داح داح. واشتغلتوا عليه في الشوط. عطونا الشوط الأول يا أخواني. واشتغلتوا عليه في الشوط. لكن فرق القعود. الداح داح الله يبارك ابو محمد فيه. كنا نحن متوقعين الدولار بيكون أقوى عن داح داح. لأن شفنا ركضنا هنا في دستور. الدولار تيمة أقوى عن تيم داح. لكن داح داح يم طلعوا إياي في الشوط. وعندي قعود أنا نهاط. وعندي قعود وراء. آآ حفتر. قلت خلاص لازم اشتغل على القعود هذا. نعم. لكن اشتغلت عليه والله يبارك له فيه. إلا بعضت عن الشوط. ويستاهل ابو محمد الناموس ويعله ناموس دائم إن شاء الله. ابو محمد بعد نحب نبارك وانه مسرعي داح داحة. أنت تقول لي كان الاعتماد على القعود الثاني اللي هو مخر القعود. والقعود هامكن تغريبا مو مركزين عليها كثير. ابو محمد مسوي حرب يعني خطة خطة حربية. هو القعود الزين اللي هو داحداح ما ظهره في الشاشة. والعالم مركزين على أخوه اللي يمخر. الدولار. وإي نعم. ويكلمني قداما ركضة ممكن تغريبا كم يوم. قال أنا عندي انفاجات في القعدان. اللي هو داحداح حط عينك عليه. هذا هو القعود أنه ممورة طيبة. القعودة يكون رغم صعب. العرب ممكن مركزين على أخوه اللي في شوط اللي هو دولار. لك أنا داحداح هو بيكون رغم صعب. نعم هو رب وحطان عمرك. فالمضمر دائما قبل الشوط عند استراتيجية واضحة. مثل البكرة اللي خاتل البيرق. مبعدها على النظار. والعرب يرش هو ركاب اللي ظهرات وسابقات. لكن رعيها أعرف بخصة البكرة دي. عدها وجهزها واركضها وسويت علامة فارقة. بس بخليفان اللي فت النظري صراحة قعود اللي هو عين جلوت. هذا القعود أنا أعتقد العلم عند الله دائما رعيه حاضر. هذا القعود طال عمرك من القعدان اللي تصنفن لأشواط الرموز. هذا القعود اللي الساعة عشر أضحة أقبل ركض أييب الثلاث وثلاثين. وعليه حلفة بعد من. أفضل توقيت كان عندنا ساعة ثلاث وثلاثين. ثلاث ثلاثين. هذا يعني ثاني أفضل توقيت في اليوم كله. أبو خليفان مركض الساعة عشر أول بداية ثاني شي طال عمرك هذا القعود عليه حلفة من الدم. ثاني شي طال عمرك نحن عرف أن العلاج اللي خاص للركض ولو مرضي طالي تسوي فارق كبير بين تيام الحرار. كيف 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 تعرف شو تعرف. يعني شوف كن واقعيين. الحين نغلت نغل الدم والعلاج دائما يعطي مطيه فارق كبير. فكثير من الشرايين. لا كم يسبق العمر شو رايك يسبق المطيه اللي مش سبوق اللي سبوق ما تسبق لو قرص طافي موتارك ما تسبق. السبوق هي تسبق. نعم لكن السبوق اللي طعمك محفوظ ومصيونة. يعطي هدفها. هاي طال عمرك يعطيها. كم كم ثانية فارق يعطيها. كبير يعرفوا الملاكة. يعني عشر. خبرني تراك تقولها أنا عارف. نعتقد دمك من العشر. عشر ثوان يعطيها فارق. نعم عشر واعتقد هالقعودة رأي موجود. إذا الله حيانا ويقعود ما بتاع منتغة ملكيته. أنك بتشو مروح وشو طرمز. وأن يقعود عمرك ما يطلع من ثلث الذهبي نهائيا. يعطيها عشر ثوان يا حبي. فارق. أعطي عشر ثوان. والله يا أخو. أبو خليفة ما رمع لأصرح أنا أهلي. أنا أسدني تصريح لك الوافين. لا خلاص. السنة خلاص تمت الصريح. لأبعد نبا تصريح. هذا هذا. هذا كتصريح يتعبني بصراحة. نحن نبا حق الجمهور. كم يعطيها الفارق. عشر ثوان خمسة عشر ثاني عشرين. نغل الدم. يعطي. يعطي. خال الدم. العلاج. ما نتكلم على. العلاج والدم. العلاج والدم يعطي من العشر. يعني زايد خمس. والباع. لا. الحد أنت لا عندكم دم في هذا. الدم أقوى. الدم أقوى. لا. أنت لا عندكم دم. لا عندكم دم. العلاج كم. علاج يعطي يعطي يعقم يعني يتمي مطيئتك. بين من العشر زايد خمس ولا ناقص خمس. بس بو خليفة العلاج كلهم معالجين ترى العلاج ما علي حلفة. هي لا. لكن لنا تخبر عم. لا. الركض. الركض مفتوح العلاج فيه. لفترة الصباحية واللي مركضين هم ضحاة ساعة عشر تغريبا. لكن أنا أقول لك أنا مركض ضحاة ساعة عشر. ويالي بثلاثة ثلاثين. ويمطيئة ممكن بو سلطان ذكر الدور. هنا دور طعمك تتغير. صح. دور الدستور. فقعود هي بساعة عشر. ثلاثة ثلاثين. وقعود يمكن رعيط العمرك عنده خبر أكثر عنه. قعود في ضلع ومسن. وكانت شاور في ركضه. كانت شاور في ركضه. بس. رعيه عنده يقين أن القعود شاف منه مفاحين وشاف منه أداة. أنه لو ظالع أنه يم له. ويكون طال عمرك عن ظنه فوق ظنه. فالقعود أعتقد والعلم عند الله أن القعودها يتصنف من القعدان في الرموز. فالقعود التيم تهو ثلاثين. ومصيونه وعليه طال عمرك كثبات. أعتقد أنها على مفارقة. أشوف أبو خليف. موجود بعد. موجود. أظن رامس يرمس عنه. أقول لك. أنا والله المؤسسات سأسدهم. الموضوع اللي تكلم عنه الرابع. شوف السبوك لا تحدين. السبوك. السبوك المعروفة. نخرت تخلي الشاب عنك وتتقنم برسة وروح. صح. صح. نعم. وأنت جدمت صعبة لك. أنا أقول شوف السبوك تنفعك. لو تكون في يومها. لو تكون في يومها. تنفعك في الشوط. هل السبوك يحسبون لحساب. صح. لكن أنا تنبخره. هل السبوك ما يتابعون المطيها السير جدام. يتابعون السبوك اللي يعرفونها. صح. سبوك. وهذه لو سبك أدنى على الربيعات تتقنم فرصة. السبوك تنفعك. صح. نعم. طيب في أظن ضبيا ما رمزنا عنها. الضبيا. الضبيا عفوا. الضبيا. الوالد قال شاعر محمد بن مصلح قال والله أنا بأخذ شوطي. فعلا أوفى بوعده. وهذه تراها من القلائل يكون في تصريح أنه من مشارك أنه يوفي بشوطين يأخذ الشوطين. صح. الريال خذ الشوطين ونحن بارك له أنه في الناموس لكن محمد الناقة اللي حط عليها معوّل عليها ما مادة الركض وكننا مرشحين عن كنا هدادة. أنا كنت مرشح حدادة. حدادة مادة الأداء اللي متوقعين منها أمس عندها شيء مشكلة. هدادة طاعم لكم. وش السبك هالبكار في مستوار بايعها. حسب توقعاتي اللي شفت منها أنا شفت لها ركضين عندنا هني ما شاء الله ركضها ما في كلام الناموس. نعم. ومحمد كان قال لك يعني هدادة مبكار اللي لكن ضبيه ما شاء الله هدادة طيب وركض طيب وهي وخطة اللي تركتها. ونحن نبارس لهم محمد على هذا الفوز والناموس هو عيالك كلهم ونقول له ما شاء الله الضبيه حائز عون ولون شكل ما شاء الله وركض الله يبارس لهم بها يا الله ويفجهم. هاي مبكار اللي يحسبه الأحساب في يوم الرمز في يوم الظهيرة. شوطة طهيه. هذه مروعة شوطة طهيه. هذه بكرة. والله شو رايك بعمر في شارة الوافين الأمانة شوات أربعة نارية. والله. والتيماد قوية وما شاء الله حلال طيب. الحلال هذا. هذا أندر الحلال اللي أركض يعني الحين مستوى السنة هذه أندر الحلال هذا اللي هو ثابتة الحين. لأنه ثبت أنه نضيف. هذا أندر الحلال في وجهة نظرية يعني أنه أندر الحلال هذا. وهن اللي يلهم بصمة يعني المستقبل مثل شواهين وعلى الجانوت ووضبية. هذه الهن نرأه مواحد إن شاء الله. ما تدخل في الشوط غير بسابقة وبرابطها. نعم هذا أندر الحلال للموسم هذا. لكن لحن عندنا وجهة نظر الآن. على نظام هذا عندنا شواب نحن ما طري الشواب عادة خلاف الشعارة يسمعون يقولون شواب. العمالقة. 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 كبار السن عندنا مثلاً في الرئيسات الفرعية. يتزام طور رواحهم هذا ابنت فاطلية وهذا ابنت فاطره ونقاك ما سويت شيء ولا انتجهت شيء. نبال هم له أربعة أشواط ولا خمسة أشواط يحطون لهم. والله يستاهلون. هذا الخميس حق الشواب. هذا الخميس نحن نطالبين فيه. ونتمنى من أصحاب الشان ومن أصحاب. يستاهلون. المدرى النوادي. نعم. أن الانتاج يكون في كل رئيس. نعم الفرعي. أشواط الانتاج. نعم. الرئيسات مثل السامحة مثل طعام الرئيسات اللينوبية مثل طعام الرئيبية مثل الرئيسات. يكون يكون ستة شواط خمسة شواط للانتاج. الانتاج ونخلوه للشواب. يعني أرباعاتنا. ما يكون هذا الشواب. أرباعاتنا يا بيت زامطين. هاي بنت ناقاتي وبنت ناقاتي وبنت ناقاتي وبنت ناقاتي. نحن نباق خميس للانتاج. بدلا ما تتعانى للوثبة أو تتعانى لمرموم. نعم. انتاج عندك. نعم. يكون من ضمن الأشواط. نعم. من الأشواط الموجودة. الحجائج يبقى لهم خمسة. خمسة. ولا ستة. ثلاثة بكار وثلاثة جعدان. نعم. ولا خمسة ثلاثة بكار وثلاثة جعدان. فهذا الانتاج طعم ملك بي. واللي قايا الكبار ما نبالهن. الانتاج كما حصلوا في صالح حم. لا تدري شي يقولون شي بوابنا. في مصرحة الانتاج. اللي بعثنا شي يقولون. يقولون يركضون عندنا في المفتوح. قالوا أنتم الشباب ما هدي الحكم. نحن نبا. خلو لنا شواط رواحنا قنا. خلو لشواطنا نحن نهبلكم. الانتاج. يقول رواحهم وهم يركضون. أنه عنده انتاج. ويبقى فرح بانتاجه. نعم. هو يوم يحصل سبك. فرحته. 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 ولا بنت بعيدة. وعنده. هذه فرحة التغير عن السبك. طيب. خلونا ننتقل لباشر. لسباقات أول أيام ختام التمهيدي. نشوف الجدول. محمد سالم ما عنده عرض عليه. عرض الجداول جدامنا. خلونا نشوف باشر عندنا. من يوم السبت عندنا الفترة الصباحية. ستة عشر شوط لأبناء القبائل. الجواز طبعا سوع لأول أربع عشواط. سوع لأول أربع عشواط. بالفترة الصباحية. شوط لبكاء المحليات. والبكاء المهجنات. الشوط الثاني. والجعدان المحليات. والجعدان المهجنات. أما الفترة المنسائية. لسن اللقاية للمسافة أربع كيلومترات. لمنافسات تهجن أصحاب السمو الشيوخ. وعندنا كذلك أربع سوع. كذلك شوط الأبكاء مفتوح. والشرطة الثاني الجعدان المفتوحة كذلك الثلاث الفكار المفتوح والرابع الجعدان المفتوح هذه هي منافساتنا في يوم السبت يوم غد خلاص بدينا في ختام التميين نعم سوى أول يوم السبت لحد سوى والاثنين السيارة الله يرحم الشيخ حمدان نعم وشيخ زايد الله يرحمها رئيس ويرحم الشيخ حمدان اللي يطول عمله لأسس هذه الشارة نعم والحجوة العرب هنا خير عسا الله يغافل له يا رحمه ويجلها الجنة يا رب ونقول عليه قبره يا رب العالمين الناس استفادوا منها ولحجوة خير منها خيرها الله يرحمه الحجوة العرب حي وميت الله يرحمه يا جنة الجنة وعيال لهم شو على نهجه راشد وسعيد ومشتوم والله يطول عمارهم ويحف فيهم بركة من مات من خلف ما مات من خلف ما مات هم إن شاء الله فيهم البركة وفيهم الخير إن شاء الله وقاموا على هذه الشارة وهذه الشارة ذكرة ذكره للشيخ حمدان بالراشد الله يرحمه يجل الجنة نعم وكل ماية سنة الحمد لله تطورت وزاد الخير فيها وهم طول عمارهم العيال بعد مشو على نهج والدهم أسسوها وحطوا لها الجوائز الموجودة والتسعير الموجودة فهذا الشبل من ذاك الأسد نعم حمدان الله يرحمه مسوّنها لجل مصلحة الناس ولجل فائدة الناس ويحسبون الأحساب من يخلصون من يحسبون الموسم الناس يكون لنا حسب الشارة الحمدان فيها بيع فيها طار عمارك سيارات فيها جوائز طيبة فهي الشارة كلنا يحسب هذا الحساب والعيال الله يحطرهم ببركاته إن شاء الله مشو على نفس الجدول اللي مسوونه والد نعم وهذا أنا أقول لك الشارة هاي بتكون سنويا أنها طار عمارك هاي ذكرها صحيح نعم حيثنا في ندى الشبا نعم شاب اللي نحملهم نسيرهم نركضهم ما نردهم هاي نعم مرة يأخذونهم نحن نشتري لها للشارة هاي نعم نشتري ونركض ويها ولا يردونهم مرة نركض وقلصوهم الله يحمل وياجرها الجنة الله يرحمل على ذاك الوقت حماستوينا بعدنا هذا برايك وموجود ريالعين العيني تسبك خلاص امتامرها وامورها طيبة أنا ياني مسج عام ما أخذين واحدة عندي بحقين ومسنة إن شاء الله بيأخذون الكشوفات جاهز أخواني قبل ما نستعرض الكشوفات أنا ياني مسج من والله مش واضحة الاسم لكن يتكلم عن حلال اسهيل بن سالم باللوتية عباب يقول عباب ولد الدرع بعير البعير اللي يخذ المجسم والدرع بن مرخان كذلك نعم والشاهنية اللي خذت الشوط التسعة عش بنت أتبر بعير بلوتية الدرع بعير بن مرخان الدرع بن مرخان اللي عارف يعني الدرع بعير هانتاجه ما شاء الله ما فيه كلام انتاجه ولد مرموك الدرع بمرخان اه يعني يده 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 درع مرخان هاي هذا أنا أосьولد من مرموك هذا ولد وليده أقول لك التسّلال الشهينية هاي نعم هذا الدرع سلالته شاهينية هاي نعم ولد مرموك ولد مرموك ول extrapol الجاهيني كليلي نعم والشاهنية اللي خذت الشوط التسعة عشر تقول بنت أتبر بعير باللوتية ولد تسمع هذا الانتاج أنتاجه كلها انتاج ام وابا عند وفي نفس اليوم وخطها بنت بعيرهم سابقة في اللقاية اليوم في الوثبة واسمها الغزيل تهمها خمس واثنين وخمسين كلها ننتاج بنت هذا بنت اتبر وكلها ننتاج باللوتية هي يستاهل 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 مربط طيب مربط طيب ونحصل السلالة الشاهدية بعد بيروح نعم انتاج طيب مربط طيب ونحن بالعكس اذا كان هناك اي مسيجات توصلنا لتوضيح بعض المعلومات اللي تفيد المالك او تفيد السباقات بالعكس نحن نستعرضها كلها ونبقى نحن نبقى شي اللي يكون الصح نبقى ننشر معلومة صحيحة من مصدرها ذكر السلالة هو عن صحيح طيب يشجع على الحلال ويشجع الذعير ويشجع مالكه ويشجع على الحلال الروح المركب وذكر الناقة ام الحاشي اللي يسبق صح نعم سواء على رمز ولا على سيارة ولا في مركاض طيو يسجل توقيت تشجع رعيها رعي رعي مطيه هذي ستانس عن بنت بنت ناقته ولا أولد ناقته سابج بحافظ عيالها والعرب الناس هالي يشترون بيبير عند لين عند ابو خليفة عند خميس عند محمد عند بحمد نام التنتج عيالها طيبين بيون بيشترون من عيالها صح هذا الدعاية زين للمالك رعي الناقة وراعي البعيد سواء من انتاج البعيد ولا انتاج الناقة يشجع رعي مطيه هم عندي بعيد منتج ويسبقين عياله ويطرونها العرب بيون الناس يمرحوا ولو يستدون منه واندي ناقة منتج بعد بيون يبون عيالها يعني هذا ذكر في المصلحة ومن حق الملاكة نذكر حلالهم طيب انا بنوه عندنا مسابقة الترشيحات جاهز يوم الاثنين على شواط السيارات يوم السيارات هي ان شاء الله بايكم من رشح ترشح جاهز يوم لاحد بناخد ترشيح في جاهزة مقدمة من مؤسسة هجنة اببابي نوجه شكر والتقدير لي بسربي كشف بيوصلنا 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 بمشاركات مشان نحشو الرشح هي نعم ولي بياخذ المركز الاول هو يوم واحد اللي بياخذون المراكز اللي كلهم عندهم مناخ مفتوح من مؤسسة هجنة اببابي يا طبق العمار حم الله يطول عمار حم جاهزين مناخ خمان عيننا نحنا هناك في الوثبة في خدام الوثبة شوية في شانس هنا ما في شانس لا تكون منافسة من اول يوم نحن شو بتدري بيبسل عندنا مشكلة على محبري بسل عندنا مشكلة المسوسات هاي لا وما حتكن حتى نعرف شو اللي الرشحة هذا الحين هذا لك عليك نحن بعد ما ندري تاني قولك شا قولك اقولك عندي مرشح انا ما قول ما خصت نفسي انا بالذات انا نعم وبشر كذلك هل القروبات يعني بتكون عندنا في السي ونافسات السيارات في ختام التمهيد المرموم جائزتين جائزة للقروبات وجائزة كذلك للمحللين وهي عبارة عن بطاقة مناخ من مؤسسة نحن نبغي عاد مناخ مو ناقه مرة للحلال لعبك العدد اللي يتباه لا 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 في هذه الحالة نبغي استعانا بصديق والله يا بو سلطان اصراحة بو سلطان استعانا بصديق انت بوي خلاص انا اذا سبقت خلق لها المؤسسة شعار لا 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 لهم لا تصدقوا صديق منه مثل منه مثل اقول هذه الحالة عن المؤسسات هذه ليس نعرف عن ما احتكن عندنا وشفينوها هزين المؤسسات عندك البدو عندك اربعة وصوات مع اربعة وصوات سيارات ربعة ربعة الربعة اللي شايفينه مناثوس بعد ثلام ترابي العمار الماس ابو السلطان انت في الركض في الركض قام الله أنا أستعين بك أنت تستعين بصديق أنا أخبرك بو خليفة لأمود برشيد مشكور لذا يأغلها خالص هذا واحد مشكور خالص إرشاب إرشاب منذر إرشاب اللي برا الشحن لا ممنذر نذر بو خليفة ثمانية بثمانية ثمانية بثمانية عفوا أربعة لقاية أربعة بارة ثمانية بارة إرشاب اللي شاب جاسف يبدوا نعرف في الزينات خذونا الشغط أقوى العمارة جاهز أنت رامس والله إن شاء الله الحال واضح مناحينا أركاب مركضات نفسه ونحط مرة تقول نحن فيه ختاميات بنحط الشارع بنحط الجداول والأثماء وكل واحد ترجيع والله نحن بسم برنامج العصائل وبنيابع أنا أخواني المحليلية نشكر سعاد سمو الشيخ الدكتور منصر بنطحنون على دعم المحليلين الجائزة بتحفيز البرنامج واختامي تمهيدي سيارات وجائز للقربات يشكر الشيخ منصور له غريب عليها الله يطول عمره رأي هجن الضبي وأعتقد ما حطها الجائزة له محظر مفاجات فيها الاختامي عنده نوعيات الله يبارك شفنا مركاضها مطيب سدله عنده أفضل توقيت عندنا نعم عنده القعود مسيّل أفضل توقيت في سوحان الضبي شميها ضبي فانه عويات عنده القعود اللي في سوحان يأب أفضل توقيت نعم ويأي هنا ثاني آآ سابق قعود هجن زعبيل نعم فاحلا له عنده نوعية ولا تبعدونا الترشيح وايد وايد ها تطرى الحالة واضحة ما يشيره واضح ها كل شيء واحد تشبه ترشيح والله ما نعرف ما نعرف نحن نطعم ركوة قصو بررشيحنا ركال سيار الشيوخ على ترشيح سيار الشيوخ نعم شيوخ وبدو نعم أعيب يحط رشيح من الحين على الضبي مرة على الضبي على الجعدان على الضبي مرة الجعدان ولا بكار هذا الجائزة اللي حطة عمرك يحيي المجلس التحليلي الله يطعبو العمار ويخليك ودعم الملاك الحلال ودعم الجمهور فيشكر سمو الشيخ مصر بن طحنو على دعمه لمتابعين الركض اللي هم الجمهور اللي طرشون ترشيحهم هذا مشجع لعندك تطعمر كلمحللين يسوي جو طعمرك جو المنافسة يحيي جو المنافسة بين الإخوان اللي في التحليل فدائما الشيوخ ما يسوي لطريق العدل اللي يفرحون يما عتم وريالهم رهي طويل عمار جاهز عماركم انتشارتها الله يطعبو العمار اللي شوها في السواء كم البتاع عن منها نعم كم الناس اللي استفادوا منها فهذا في ميزان حسنواتها صحيح الله يطعبو العمار صحيح نعم وهو من هلها أبو الطحنون صح من هلها اللي من رعيها رعي خير رعي الخير ما يجي كل خير منه صحيح نعم نعم نكون خلاص وصلنا لخطام الحلقة شكرا لك حمد اتواجدك الله يطول حيلك بترانا اللي سمعت بعد في خبر حصري ان بعد الشارة شارة الوارفين بتكون ستة شواط السنة الحون هنينة بيجدونكم بيجدون اثنينة للناشئين أشواط الوشوح للناشئين للناشئين صحيح بتكون ستة شواط ان شاء الله وهذه بعد بادرة طيبة مشارسة هذا تشجيع للشباب يستاهلون وليه يشارك بعد هذه اللي فيه شباب يعني كل سنة اللي بيشارك بعد منطرف منطرف وحط شرط قال ابو ها تعالى ستة تعالى هذا الشرط ها ها فيه شروط لازم انك تطبغ على الشروط ها هذا الشرط هاي شارك لها شروط يا ابو لا مشكلة للشرط ها نحن ها مشكلة للشرط ها ها بخلينا بس صراحة انت بعد انت جانك التجاهز مرة ها مشكلة للشرط المحطوب مقحمة دونهم بخلينا صراحة نشكر اللي غايمين على اللي هم بيرق الوافيين والسعيد المصلح وقوه والمصلح كافة هذا المهرجان اللحمة يتلحمون فيها الاخوان والابني عم والرابع طعمك اللي لشغال ممكن بعدتم شوية صحيح فلمهم هالالمهرجان ولمهم طلعوا القروحي منافسة حطوا جوائز حتى للناشئين يربون عيالهم وحفادهم على هذه الرياضة الغالية عندهم والعرب طعمك يدفعون جائزة من عندهم يضعون سيارات من جيبهم وفي نقطة حلوة هذا تشجيع للباقي أكيد أن يسوون مثل هذه الشوار بينهم بين بعض لا يوجد مشكلة صحيح أو لا نعم نعم هذا الشوار راكد ختام مستدين أنا حضرت يعني بينهم بين بعض مثل ما صار هنا في شارة وافئة أنا حضرت في الأشواط أهم سؤلهم أبو الرب أشواط المفتوحة قبل مركاض للحجاج وسرت ورديت بعدين له الركب هذا هذا راكد كأنها رئيس نترجى نعم والعربي ترجون أبو خليثة الحفوز الذي حصل للمالك في اليوم هذا خاصة من الخط نحن ركضنا في الرئيسيات وركضنا في رموز وركضنا في هذا لكن مركاض الوافين يتعب يكون تركيز بشكل مش طبيعي هناك تصريح لسالم بن يابر أنا صراحة هذا التصريح استغرب منه كان لا يوجد أحد يقول شيء خاصة اليوم يعني في يوم في الحلفة لا يوجد أحد يقول حق بني عم قال أخو الله يوفق قال أول يوفقني أنا أول أخو الله يوفق ليش أخوان أنت العلو تقول عقب الناموس قبل الركض تموسكو ما تقولون أخو الركض نقول آمين بس قبل بر الميدان شوف لأخوان بر الميدان داخل الميدان أبو سلطان شفت مهرجان الوافين هاي له فائدة من عدة زوايا الله يطول عمر معازيبنا اللي هم خلف كل نجاح خلف كل دعم صحيح السعيد المصلح بحكم مخوته عند الشيخ محمد براشد اللي يطول عمره وبعد هال المهرجان ما يحتاج طلب بأمر أو بطال عمرك يأخذون رأي من الشيخ طال عمرك أعطي الموافقة عليه فشاف سموها أن هال ركض له فائدة من عدة زوايا أول بداية طال عمرك يلم الرفاق والمحبين الحين الشارع اللي حطوها اللي هم للناشئين يعلقون عيالا في هال مهرجان أن هال الحلال غالي عندهم وأنا اللجائي الغادمة أن هال ركض يلمهم لو حكم المسافة أنت في إبوظبي وأنا في العين هذا المركاض وهال السنوية يلم العائلة كلها يكون قلب واحد ثاني شيء طال عمرك هال مهرجان أنا يكلم ناصر محمد دافع تقريبا سبع مليون مشترى لأختام الوافين ثاني وثالث شيء اليوم الحلال صافي أنت يا مؤسسة تشتري حلال فإيك حلال طال عمرك محافظة عليه عليه حلفه يفيد المؤسسة التي تشتري مطيئة سبوك مثل عنجر وثلاثلاثين تيم يعني صراحة ساعة عشر تيم من أفضل تيمات في أرضية ميدان المرموم فأعتقد أن المركاض الذي صار الوافين أن خيره يعم أول بداية طال عمرك المصلح كافة يقوي يحمدهم ويمعدهم وعلى الكلمة وعلى المهرجان يدفعون فلوس من خابيهم ويضعون سيارات سؤال سؤال واحد سؤال 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 هنا بو سلطان هو واحد هك لاحظة إذا تسمح لي أنا أسأل إذا تسمح لي ما شاء الله عند جالود كم دمه في الخمسة وعشرين في الستة وعشرين أقل أسبوع الركب ولا مرعى هواك المركب ستة وعشرين ستة عشرين نعم أقول لك بالنسبة نقدر ثرت أنت أقول يعني ما أحد يقول لك والذي يقول لك سأقول له سأسمح لي أني أري أريد أن أتسابقني أخوي أو أبوي أبدا أنا كنت أسمع أنا كنت أسمع به هب سلطان لكن شفيتها جدامي أنا العام 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 في نفس الشوط هذا الشوط القعدان المفتوح أول واحد ضربت علي عشان أسبقه عمي سعيد هاركت علي قعدين ثنينة وسبكت بالطالب شلها من بالك أنا أباك تسبقني ألا سبقتني قصب أخوي ما بها يسبقني ولادي ما بها يسبقني في بوش اللي يروح إياه فحمهم أقف لان تسبق فلان صح هذا هن ملكي كلهم وخليفة في طلب أبو محمد شو طلب القصيدة اللي فيها عين جالوت فيه هي شوف الواتساب عندك نباطة عمرك القصيدة اللي فيها إن جوات شوف أنا نختم بها القصيد والله طرشولي أنا أعد لكن ما فيها خيار في بس رأيها موجود نعم بنخذها من رأس هم القرطاس نحن منعطيكم قبل قصيدة الشاعر ظافر في رأية البيارك وعقب أنا بني بالكلماء ظافر بن حمد المصلح نعم ويسمح لنا الشاعر على العد لأننا نحن الآن نتونا نشوفه ونقراها يقول الشاعر يا مطر سبقك مثل وبل المطر أفرح لأحباب ولي لك صديق جبت يلي لها شكل ونظر جبت يلي لها الشكل ونظر أشعلت في الشوط نيرانة وحريك أسرحت فيها على البيرق سطر من عميق السبق والساس الوثيق بالوصايف كأنها في الوت مهر كاملة بالشكل والملمس رقيق لك تهاني الفوز مع ورد وعطر ويعسى الناموس لك دايم طريق يا خبير الضمر يا أخطر خطر مبدع التضمير وفي رسمك دقيق يستاهل وصح الله لسأل الله هذا اللي سيقعود قصيدة القعود فيه ثمتين وحدة للشاعر ظافر يقول فيها يا أبو محمد بعالي الصوت ناموس لك دايما دامي لجلك نغني باللحن والنوت والشعر نكتبه باقلامي التيم مات بعين جالوت حطم قياسات الأرقامي ما كنه إلا على إلا لغم موقوت تحته تفجر بالإقدامي ساعة ضربته تقول مشيوت كل ما عطيته بعد كل ما عطيته بعد وقامي تيمة على صم الصخر منحوت ودستور تشهد لها عوامي الفعل واضح عليه ثبوت هذا خليفة بحار طامي الله هذا خليفة بحار طامي في قصيدة ثانية أظن نعم أيها عنده فيها بيات سويناها النحن وقلنا يمسكن جنون القعادين وعلى الأثامي كاتم الصوت يا مرحبا عشرة ملايين ترحيب ظاهر هو بمخفوط يا مرحبا عشرة ملايين ترحيب ظاهر هو بمخفوط قبلت كنك فرخ شاهين أو طائرة طارت بريموت التيم راح بشيفة العين حطم سياجه عين جالوت التيم راح بشيفة العين حطم سياجه عين جالوت في حضرة الوافين وافين نقول قول بفعل مثبوت اللي قدمه و المنقين في الشوط للتيمة قهر موت سكن على أصحاب الزيارين ولا البعض في بطن تابوت جالوت سجل بين قوسين تاريخ في جالموت منحوت الله 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 راهي اللي بتغلب إذا وصلنا إلى ختم هذه الحلقة مشاهدين الكرام من برنامج نلقاكم يوم غد الساعة الثامنة مساء مع أول نتائج لأول أيام ختامي تمهيدي المرموم الشكر والتقدير لكل من ساهم كذلك في نجاح هذا الختام التمهيدي الراع منذ انطلاقته إلى الآن في الختام تقبلوا تحياته عصام الخامري وتحيات طاقم العمل مع السلام موجودة مدحه يجي سلسفي عسرة للهامي الشعر باسمه يزينه وتثبت البنودة كل الوصائف وما خطت بها قلامي في الشيخ المكتوم بن حمدان موجودة مالك تلا يدهج انزعبي لمقدامي رواعي السبق وعالك عالم شهودة يتقدمني ترجمة نانسي قنقر